طيب ده بالنسبة لتمرينة الأهل نروح لمجموعة من أخبارنا طبعاً انتوا عارفين حضراتكم احنا كاس العالم بالمناسبة عشان اللي ما يعرفش يعرف برضو كاس العالم معاد افتتاحه اتغير جدوله اتغير قطر قررت انها تغير حفل افتتاح ومباراة افتتاح او تقدم يعني بمعنى صح بعدما كان حصل بالمناسبة خدوا بالكم انت بتكلم على حدث بتم التحضير ليه من سنوات وتم الاعلان عن بدء العد التنازلي ليه في احتفالات ضخمة وحضرها كتير من نجوم العالم ووسائل اعلام كلها نقلتها وبتالي كانت مشكلة شوية وعملت رابكة عملت رابكة على اكتر من مستوى مستوى الاقامة انت عارف طبعاً لما الناس بتبقى محضرة كاس عالم عارفة انه مطش الافتتاح يوم كذا فبتبتدي تحضر تذاكر طيرانها بتبتدي تحجز فندقها قوي الى اخره وبيترتب على ده انه حاجات كتيرة جداً بتبقى تم الاستقار عليها من وقت بدري قبل بداية البطولة بكتير عشان تعرف تلاقي مكان تقيم فيه عشان تعرف تلاقي حاجة طيران مناسب ليومك عشان تحجز تذاكر المطشاط اللي انت هتحضرها فلما بيتغير المعاد حتى لو يوم واحد بيعمل حالة ارتباك عنيفة جداً وده اللي مذكور حتى على الموقع الرسمي لبطولة كاس العالم البطولة هيتم التبكير بيها يوم واحد يعني هتقام يوم بدري عن المعاد اللي كانت محددة لي لكن اللي كنت يعني ده كان الشيء بالشيء يوسك لكن اللي كنت عايزة أكلم حضراتكم فيه هو فترة الفترة بتاعت كاس العالم من 19-11 لـ 18-12 الفترة دي طبعاً مفترض يعني مفترض انه الاتحاد الدولي بيمنع يعني يكون فيه نشاط في اي حاجة في الدنيا غير بطولة كاس العالم في بعض الاتحادات بعض الاتحادات وخصوصاً من المنتخبات اللي مش بتشارك في البطولة بتطلب من الاتحاد الدولي انه يسمح لها بانه يعني المسابقات المحلية الرئيسية يتم استكمالها دولي أو كاس او حتى لو ده مش هيكون مسموح فمن الممكن انه يكون فيه بطولة البطولات اللي هي اللي هي زي الدرع الخيرية زي بطولة كاس الرابط عندنا هنا مثلاً في مصر انه يتم لعب المطشاط عشان يعني نخلص من جزء من مباراة الموسم لكن في النهاية فيتوريا بيفكر انه في الفترة دي يبدأ المواسكر التاني لمنتخب الوطن وفي التوقيت بتاع شهر 11 ده طبعاً عالم كله هيكون مشغول بمتابعة كاس العالم لكن الراجل بيفكر يستغل الفترة دي وبما انه منتخب مصر للأسف ودع كنا نتمنى نشوف منتخب مصر في البطولة لكن الراجل بيفكر يعمل معسكر تاني في التوقيت ده يستغل فترة التوقف دي وبما انه النشاط غالباً هيبقى متوقف انه يعمل معسكر تاني يجمع فيه لعيبة المنتخب الوطني بالمناسبة فيه مكاسب كتير او لعيبة كتيرة كسبها المنتخب في التوقيت ده وفيه لعيبة تقلقت بشكل يمكن حتى ما شفناهمش في المستوى ده مع كيروش ابرزهم يعني لفت ونظري جداً مرموش يعني مرموش الحقيقة كان نجم المباراة بارح تقلق بشكل كبير جداً وكان نجم المنتخب تريزي جيه تقدر تقول انه رجع او استعاد جزء كبير وبشوف انه تريزي جيه ترهن عنه كمان لسه عنده افضل من كده كريم فؤاد بشوفه حقيقة ولد يعني مش بسمع المنتخب حتى في نهاية الموسم اللي فات انا من يوم ما الاهلي اعرن على الصفقة دي وبقول انه كريم فؤاد مستقبل الجبهة يمنى في منتخب مصر وفي النادي الاهلي ليس تقليلاً ابداً من هاني بالعكس انا بشوف انه الصراع اللي هيحصل بين هاني وبين اكرم وبين كريم في الحتة دي هيعلي ناحية تلبك اليمين واتمنى انه محمد اشرف مع كريم الدبيس مع رقفة خليل حسب طبعاً رؤية الجهاز الفني ورؤية ميستر كولر يعلولك برضو الناحية الشمال مع يخش مع معلول المنافسة في كل مركز اولاً بتريح ثانياً بتدي فرصة ان المدير الفني يعمل عملية تدوير ثالثاً بتخلي كل واحد من اللعيبة اللي يبالعوه في المركز ده يطلع افضل ما عنده ودي حاجة من الحاجات مع الراحة السلبية مع جهاز فني جديد اللي تراهن عليها ان شاء الله في الموسم الجاي بالنسبة للنادي الاهلي